السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم دو جانات ان شاء الله فيديو جديد فكرة جديدة اليوم ان شاء الله جبت لكم هذا المرتضيلة أو الكاشير بطريقة زوينة بسف الكاشير نباتي مفيد للصحة يعني كله صحي ما غديش تحتاجوا أنكم طيبو بدون بعيد بدون دقيق بوحد المكوين اللي ما غديش يطح لكم على البل ديالكم شي حاجة اللي هي صحية تعطيوها الوليدات ديالكم انتما مطمئنين احسن انكم ما كتشريوه من المحلات وما كتعرفوش شنو ديرين فيه هاد الكاشير كيجي كما كتشوفو ما تفرقيش بين الكاشير اللي كتشري من الحانود اذا تابعوني في هاتلالفيديو هدي باش غديش نشوفو المكونات اللي هي جيد جيد بسيطة هي مكوين واحد في الأصل اللي غدي انحضرو به هاد الكاشير هذا هنا كتقرب لكم الصورة انكم كتشوفو لا في اللون ولا في المداق يعني كيجي زوين هاد الكاشير هذا اندوزوا ان شاء الله ما تسبخلوش علينا باللايكات ديالكم اندوزوا مباشرة باش نحضرو الوصفة بالنسبة لتحضير هاد الكاشير النباتي اللي هو غايكون بيدو اللحوم غدي نحتاجو اللوبيا البيضة هي اللوبيا البيضة اللي هي مكوينة ما غديش يختر ليك على البال هنا عندي جوج ديال الكيسان انا هنا خدي تقل في نجان صغير ديال اللوبيا اللي كتكون مسلوقة كتكون بطابعة الحال مرتبة ليلة كاملة في الماء ومن بعد كنت نسلقوها في الكوكوت غدي ناخدوا منها القياس ديال جوج ديال الكيسان وكما كتشوفو اضفتليهم واحدة القطعة ديال المزيودة الحارة اللي يمكن لكم تعودوها بالهريسة إلا كانت عندكم او البودرة ديال الحارة اول حاجة غدي ناخد هاد الكوكوت اللوبيا اللي عندي بعد كتكون طيبة مزيان غدي نضحنها في الهشوار او في الربو اللي كيتحلكم مزيان بعد غدي نضيف التوابيل هنا غدي نضيف ملعقة صغيرة ديال الملح ملعقة صغيرة ديال المزار وملعقة ديال تومة بودرة يعني هاد الكاشير هاد او هاد مرتضي لهذا ضروري يكون من السم يكون طالعين في هاد توابيل لان مافيش اللحوم هنا غدي نضيف شوية ديال الزعتر اللي سخنتوا شوية في المقلاء وحكيتوا ها كما بيني ديال غدي نضيف هنا معلقة ديال قزبوري عبس وهو اللي كي طلع عذاك المداق زوين ديال الكاشير غدي نعود نضحن للمرة التانية بش يدخلو رياء التوابيل هنا غدي ناخد نفس الفناجين او نفس الكيسان اللي عبرت بهم اللوبيا غدي ناخد كاسو نص ديال الماء عادي من الصنبور و المكويلة غدي نحتاجو او هاد لاجلاتين لقاراقار ارقيد متوفر عند الناس كي بيعو له وزيم الحلويات كتاخدوا ديالك التوايسة اللي بغيتو و بش مما فد الكاشير هاد درتول اقاراقار كي جيكم الكاشير ديركم عاقد و واقف هنا غدي ناخد كاسو نص ديال الماء اللي غدي نضيف لكم واحد لمعين لقاء عامرة ديال الاغاراقار انا وخات شوفو هنا عامرة شارليني اضفت مازال بش ما قدرتوا للجيلاتين كي جيكم الكاشير ديركم واقف يعني وخات ديروه كتير ما تخافوش منه هاد الاغاراقارا هو من أصل نباتي وحلال يعني ماشي جيلاتين حيواني غدي نضيروه في كاسرول وغنضيروه فوق النار حتى كي يغلب زيال وغدي نجيو وغدي نضيفوه على ديك اللوبيا ديالنا اللي نسمناها بالعطرية اللي درنا لها وهنا بش غدي نضيرو هاداك اللون انا خديت واحدة نص باربا اللي حكيتها وخديت غير العصارة ديالها هي اللي غدي تعطينا ذاك اللون الغوز او اللون ديال المورتاديل كنعود نطحن مزيال كيما كتشوفو اللون اللي اتحصننا عليه يعني اشياء اللي هي كلها طبيعية وصحية اللي استعملنا في هذا الكاشتر هذا يعني كنعرفو الوليدة الصغار انهم دائما عزيز عليهم هذا الكاشتر وغالبا هاداك اللي كنشروه ما كنعرفوش هاد كيفية بزاف ديال المواد الحافظة وبزاف ديال المضافات الغذائية ملوونات يعني ملوونات ديال صناعية اللهم ما انصبوه في الضرب وغد يعطينا نتجة اللي هي زويرة بزافة انا عرفوش هنوكرولو دياله الصافيه كندوقو وكنشوفو كندوقو ولكنخص مازال شزعتها ولا نزيدو المناسمات كنزيدوهم اهنا اخديت واحد الكاس هكا ديال الشجاج تيكون كما قد شوفو تيكون غادي هكا مقد يعني طويل ممكن لكم تاخدو حتى ديال البلاستيكي لعدكم مهم باش باش يعطيكم هاداك الحجم ديال الكاشتر بسبل هاد الكاشتر كما قد لكم ربما غادي طيب ما تشي حاجة غادي ناخد الورق ورق الزوداء وورق المطبخ وغادي نعبر هكا القطر ديال الكاس اللي غادي ساعدني باش يخرج ليا الكاشتر من الكاس ديالي تندخلو بحل عكا في الكاس وتنقدو مزيان باش ما يخرش ليا من ديكتنية ما يخرش ليا هاداك السائل ديال الكاشتر بسبلو غادي نخويه هاداك الخاليط اللي عني غادي نخويه في الكاس بكل سهولة هاتا نحاولو بريكم عكا الحجم ديالو رف التالي غادي نقطعو هاداك الورق من الفوق باش كيبقى محافظ لنا الكاشتر على الحجم ديالو ما يجي ناش بخربق وهنا غادي نضيف يعني كما قد شوفوا هنا جاني كاس نيشا من هاداك اللعبار اللي خدمت لكم بيه من سبيل هاداك الكاشتر هاداك رضغية كي يجمد سوف يتنحاولو هاداك نخبطو بي شوية باش يحيلينا ديالو في القاعات سوف يتنقطعو داك الفائد ديالوارق بكما كتشوفوه بهاد شكل عادي سوف يتنغطيوه نحاولو انقادوه باش يقود الحجم ديالكاس باش مكتجيناش دوق الفاراغات في الجناب سوفينا غادي ناخدو واحد قلاستيك غذائي وغادي نقطي هاداك الكاس وغادي نديرو في تلاجة وغادي نخليه حتى يبرد علا خاطره باش مبرد كي يجينا ساهل في التقطاع خليه ساعة ساعتين كي يجمد مزيان وكي يشد الفورما ديالو هناك تشوفوه بعد ما خرجناه من تلاجة راكيتفك بكل سهولة هاك نخشي هكا الموس كي يضيطه شاق ديريكس من الكاس وهكذا كنكونو حصلنا على البودن ديالنا ديال الكاشير انا كنقطعوها كا قدامكم باش شوفو كيفاش كي يجي هادوك الزعتر كي يجي باين فيه وذيك الحبيبات ديال القزبور تيعطوه في ديك المعداق اللي هو زوين مزدف ان شاء الله إلا عجبتكم هاد الفيديو هادو وسنحضر معكم الكاشير اللي هو طيب تأوبا كي يجي زوين هكا كنقدموه نحطوه في السلطة وديروه في صندويتشات الوليدات نسمى ان شاء الله هادو الوصفة تعجبكم وكتروا ليها من اللايكات باش لا فيديو يستفدوا منها اكبر عدد من المشاهدين كنقدم شكرا على المخصص المتابعة